النبي صلى الله عليه وسلم زار يهودياً كان يخدمه فافتقده فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يغلام قل لا إله إلا الله وكان قد بدى عليه علامات الموت فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير فقال له أبوه أطع أبا الكاسم فنطق بالشهادتين شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فختم له بذلك فقد يستفيد المريض ولا شك أن الذي يعود المريض لا تكون عن مجرد عيادة فقط ينظر إلى حاله قد يكون مقصر في الصلاة لا يصلي بعض الناس إذا دخل المستشفى يظن أن المريض لا يصلي حتى يخرج هذا خطأ قد يموت وهو لا يصلي فتذكره بالصلاة فإن اعتذر بعدم الطهارة أو بعدم القدرة على التطهر قل له صلي على أي حال تستطيعها ترجمة نانسي قنقر